موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج لفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانتو يقول نمشي بطريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع أهلا بيتر تمام نشكرا عندي سؤال محيارني بخصوص هيرودس تمام هيرودس معروف عنه أنه قتل قتلها تمام سفاح سفاح الزبط سفاح قتل ناس كتير جدا من معارفه من قريبه من ناس الحواليه وأي حد كان يشك فيه كان يقتله والتاريخ بيثبت دم عندي مشكلة في الحادثة بتاعت أطفال بيت لحم لما قرر أنه يقتل أطفال من سن سنتين فدون فأي طفل عند سنتين أو تحت سنتين قرر أنه يقتل أطفال في القرية دي بشكل بشع جدا والكتاب يعني صور بشعة الحادثة دي المشكلة اللي عندي بقى أنه إزاي حادثة بالبشعة والفضاعة دي لشخص معروف عنه أنه قتل قتلها مش مذكورة خالص في التاريخ ولا حد جاب سيرتها خالص مع أنها المفروض تنور كده قدام الناس في التاريخ فإزاي؟ إزاي التاريخ مش جايب سيرة الحادثة دي جرس طبعاً السؤال ده معروف وبيتكرر كتير ولا سيامة أنه الحادثة مش مذكورة إلا في إنجيل متى وخد بالك أنه متى لما ذكرها في قصة ميلاد يسوع المسيح وربطها بالآية الشهيرة على قتل أطفال بيت لحم ورحيل تبكي على أولادها ربطها بنبوة في العهد القديم واهتمامه كان في المقام الأول اهتمام لهوتي مش لأنه الحادثة دي كانت عملت تأثير تاريخي كبير طب إزاي الحادثة دي تاريخياً نقدر نقول إنها تاريخية وحصلت ومع ذلك لم تذكر في التاريخ التاريخ عموماً انتقائي وكتابة التاريخ ما هيش عملية سهلة بمعنى إنه كل حادثة حصلت حقيقة لازم تسجل هل فيه دلائل على كده؟ طبعاً دلائل حتى في تاريخ المعاصر بتاعنا على سبيل المثال كم حد فينا كان يعرف عن الجرائم اللي ارتكبتها منظمة ديكتاتورية أثناء وقاعها إلا بعد فترات طويلة لما تمت محاكمة السفاح ده أو الدكتاتور ده طلعت للنور طلعت للنور يا سلام بقى لو كان الشخص ده ارتكب مجازر كتيرة واتكب حوادث قتل كتيرة لشخصيات مهمة وقرية بيت لحم بيقول عنها الكتاب المقدس إنها صغيرة وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين يهوزة لأنها قرية صغيرة لكن التأكيز الأهمية اللاهوتية بتاعتها مكتسب إنها مسقط رأس مين؟ الملك داود ومكان ولادة يسوع المسيح اللي جاه من ناس داود عشان كده مات تسلط الضوء عليها لكن يا ترى بالنسبة للتاريخ وبالنسبة للممالك الكبيرة والأحداث الكبيرة اللي عملة هيرودس هل هي قرية أو مدينة صغيرة فيها تعداد كبير؟ لا فلو قلنا إن هو هيقتل الزكور من سن سنتين فيما دون العلماء لو بيقوا مؤرخين وهم بيقدروا العدد بتاع أطفال بيت لحم مش هيطلع عدد كبير يجي إيه جنب المجازر اللي هو عملها فعشان كده نقدر نقول إن متى ذكرها الأهمية اللاهوتية لكن المؤرخين التانيين شافوها نقطة في بحر الدم الكبير اللي عملوا هيرودس هيرودس الكبير السفاح اللي التناقض التاريخي بيقول إنه صحيح كان سفاح وكان شرير لكن هو نفسه الشخص اللي عمل توسعات كبيرة في الهيكل وبالنسبة لبعض المؤرخين هو واحد من أعظم الناس اللي ملكت على اليهودية من ناحية المعمار وإنه هو قدر يعمل الوحدة في اليهودية عشان كده بيتر مهم إن نفكر نفسنا دايما إنه تسجيل التاريخ عملية مش سهلة وجتابة التاريخ بتقضع لوجة نظر المؤرخ فانتقائية التاريخ مع صغر حجم القرية والتعداد بتاع الأولاد اللي بعض الترجمات اللي فيها طابع دراسي زي إيس في ستاري بايبل مثلا بيقول إنه كان عدد الأولاد من سن الزكور من سن سنتين في مدون عشرات ما زيتش عن عشرين تلاتين طفل بالكتير وصد بحر الدم اللي هيرودس سفكوا ما كانش حاجة بتسترعي انتباه كتاب كتير إلا متى اللي عنده تركيز لهوتي واهتمام خاص بداود بادي إنجيله كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ودي قرية بيت لحمة أو مديد بيت لحمة مسقط رأس داود المجي فقدام فضاعة وجرائم هيرودس الكتيرة يعني العلماء في التاريخ اعتبروا إن دي يعني حاجة صغيرة في بحر الدم زي ما انت قلت تمام القاعدة الأساسية إن مش معنى إن الحادثة حصلت بالفعل إنها لازم تتسجل في كل الكتب فما فيش ما يمنع الحادثة متسقة جدا مع الوصف التاريخي فده بالعكس ده بيدين احتمال أكبر لإنه تسجيل متى متوافق مع شخصيته وتسجيلات القتل الكتيرة اللي عملها هيرودس حتى قبل موته بأيام عندي سؤال تاني خاص بالترتيب التواريخ وترتيب الأحداث دلوقتي هيرودس المفروض مات سنة أربعة قبل الميلاد واحنا عارفين إنه المسيح اتولد في أواخر أيام هيرودس في وقت أربعة قبل الميلاد وفي نفس الوقت لو جينا في لوقت اتنين وهو بيتكلم عن الاكتتاب يعني لو تسمح لي أقرأ الايتين بيقول وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا فمعروف إن كيرينيوس عشان يبقى والي سوريا كان ستة ميلادية فإزاي بقى إزاي الاكتتاب ده حصل في وقت ميلاد المسيح لو كان أربعة قبل الميلاد وكيرينيوس التعين والي سنة ستة ميلادية هل غلطة ولا إيه اللي حصل يعني وصحيح الأصعب بقى يعني من المعلومات اللي عرفتها إنه أصلا يعني إزاي المسيح تولد أربعة قبل الميلاد يعني البديهي إنه المسيح أسم الزمن فواحد ميلاديا يعني كأنه لو بنتكلم عيد ميلاده واحد واحد سنة واحد يعني فمعروف إن الميلاد المسيح هو ده ده البداية فإزاي المسيح تقال عليه إنه تولد أربعة قبل الميلاد جميل سؤالك مكون من شقين الشق التاني أسهل أسهل برغم إنه هو غريب جدا ومصير أحيانا للسخرية يعني يعني المسيح تولد قبل ميلاد المسيح بالزبط بالفكرة هنا نقصد إيه بقبل الميلاد هل ميلاد المسيح هو اللي حصل الأول ولا تبني التقويم الميلادي اللي اعتبر ميلاد المسيح هو اللي أسم التاريخ المنطقي ميلاد المسيح اللي حصل الأول بالزبط لازم الحادثة التاريخية تحصل عشان بعد كده التاريخ يجعي يحتسب الحادثة دي كريفرانس أو مرجعية ويقسم بيها التاريخ ده بعد تحول الامبراطورية واعتبار إنه ميلاد المسيح حدث محوري وبالتالي التقويم هو اللي كان فيه مشكلة والتقويم تم تصحيحه وبالتالي التقويم رجع عدل بعد كده وبسبب قصة هيرودس ومعرفتنا بسنة وفاة هيرودس والأحداث الكتيرة اللي حصلت معاه قدرنا نستنتج إنه ميلاد المسيح من الأقرب إنه هو يكون أربعة إلى ستة قبل الميلاد ده الجزء الأولاني فيما يتعلق فده عوض الجاب الزمني اللي حصل بسببه بالضبط فالتقويم هنا هو اللي فيه مشكلة وكلنا عارفين إنه ميلاد يسوع المسيح والاحتفال بيه كحدث في يوم 25 نسمبر أو 7 يناير كل دي حاجات لاحقة في القرن الرابع لأنه الإيمان المسيحي مبني على الصلب والقيام ودول اللي كان بيحتفل بيهم في القرون الأولى الأول والتاني والتالت فكرة اختيار يوم ميلاد يسوع المسيح ده اختيار يوم ما كانش معروف بالضبط لكن اختيار اعتباري اتفق الناس على إنه اليوم ده هو اللي يحتفل بيه لكن مش معنى كأنهم ما كانوا عارفين بالتحديد فيه أراء كتيرة عن إمتى تولد المسيح يمكن يكون في شفر الصيف أو آخر الصيف في نوفمبر مش هي دي القصة لأنه التاريخ وتاريخية يسوع المسيح في المقام الأول مطبطة بمعرفتنا بظهوره على مصرح التاريخ وبالذات الصلب والقيامة مش ميلاد وكان يوم ايه ولا في شهر ايه فهمتك بس دي رجعنا للسؤال الأول كده بقى الجاب عشر سنين مبين النقطة اللي قال عليها أنه هو تولد ومبين النقطة اللي كان وقت الاكتتاب ووقت كرينيوس ما كانوا لي سوريا جميل أنت بتفكرني كيب الشق الأول أنا كويس الحقيقة بقى أنه فيه أكتر فيه رأيين هنا بيحاولوا يردوا على السؤال ده اللي هو سؤال مش سهل لأنه فعلاً بيخلينا نفكر وناجع السجلات التاريخية أول احتمال أنه كرينيوس كان والي لكن كان فيه محاولات لتوليه السلطة وما كانتش نكحة في الأول وبعد كده قدر أنه هو يحكم قبضته وتولى بعد كده في الفترة من ستة ميلادية إلى عشرة ميلادية ده الاحتمال الأولين لكن فيه احتمال تاني أنا بييله أكتر ومبني على قراءة للنص اليوناني محتملة بيرجحها عالم كتب تفسير الإنجيل لؤة اسمه جون نولاند استرالي لكن بيدرس في جامعة بريستول في إنجلترا وفي التفسير ده تبنى قراءة نقدر نرجع لها في الترجمات المختلفة بتقرأ العدد التاني بالشكل الآتي وهذا الاكتتاب الأول جرى بدل اسكارا كيرينيوس يعني وين أو وايل لكن جرى قبل أن يكون كيرينيوس والي سوريا ودي قراءة محتملة للنص اليوناني وموجودة كريفرانس أو كاحتمال للقراءة في بعض الترجمات وليه بالذات الفكرة دي محتملة لأنه الاكتتاب اللي حصل ده تم على انطاق بتاع اليهودية وكلمة المسكونة المسكورة في عدد واحد مش مقصود بيها بشكل حصري كل العالم بالمعنى حصلك التأكيز هنا على منطقة اليهودية عشان له عايز يسجل الهدف اللي قاد يوسف إن هو يتحرك من منطقة الجليل من مدينة الناصرة أو من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود الذي تدعى بيت لحم لكونه من بيت لحم وعشرته فالاكتاب دا ما كانش مشهور وعشان كده ما تسجلش في التاريخ وما كانش فيه تركيز عليه في التاريخ زي الاكتتاب الشهير اللي عمله كيرينيوس من سنة ستة ميلادية إلى سنة عشرة ميلادية دا الاكتتاب اللي لوأ برضو بيسجله في سفر الأعمال وحصل فيه مشاكل ممكن تقرأ من فضلك سفر الأعمال صح خمسة وعدد سبعة وثلاثين بعد هذا قام يهوزة الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الذين إنقاذوا إليه تشتتوا تمام ليه غملائيل هو بيتكلم عن فكرة عن الاكتتاب وأيام الاكتتاب مش بيشوح أنهي اكتتاب واضح أنه بيركز على الاكتتاب دا باعتباره ما بيحاولش يعرفه لأنه الأشهر فمش بحتاج تعريف وده اللي حصل أيام ولاية كيرينيوس فالمستمع الأصلي عارف أنه ده الاكتتاب وهو ده اللي حصل فيه مشاكل وليه كان بيحصل دايما اكتتاب لما كان بيحصل اكتاب كان بيحصل مشاكل سياسية وحركات انفصالية زي الحركة اللي بيحكي عنها اللي قام بها يهوزة الجليلي وأزاغ وراءه شعب غفير مجموعة كتير وهلك هو واللي خرجوا معاه لأنه الاكتتاب كان بيعبر عن سلطة روما وكان هدفه الأساسي أن هو يحصي الأعداد بتاعة الشعوب عشان يقدر يحصر مين هما اللي بيدفعوا الضريبة ودفع الضريبة لروما كان معناه إيه؟ العبودية وكان معناه أنه فيه إزلال سياسي ومش بس إزلال وظلم سياسي وفلوس بتدفع لروما لكن كمان بيصير المشاعر الدينية والغيرة الدينية اللي كانت ظهرة عند كل الشعب وعن الجليليين البعض بيعتقد الجليليين لأنهم كانوا مختلطين بالأمم أن مشاعرهم الدينية كانت قليلة يوسيفوس بيقول لنا أن كان الجليليين عندهم غيرة وحماسة دينية واحد منهم اسمه يهوزة الجليلي في أيام الاكتتاب صار وكان عنده غيرة وكان عايز يحرر الشعب لكن لأنه ما كانش مؤيد طبعا من الله وكان حاجة بشرية بحتة هلك وكل اللي معاه انقاضوا إليه ده الاكتتاب الأشهر وده الاكتتاب اللي بيشير إليه غملائيل في أعمال خمسة فكده في الاحتمال التاني بتقول إذ كان في الترجمة مختلفة بيقول كأنه بيقول قبل ما يتولى كيرينيوس أنه هو يبقى واني سوري طب هل كده مش بيبقى فيه مشكلة في الترجمة أنه يعني إذ كان وقبل يعني حيث أنهم كأنهم عكس بعض خلينا نجع إيماننا ومبادئنا الأساسية إحنا بنؤمن بعسمة الكتاب وبوحي الكتاب في الترجمات في النسخة الأصلية مش كده اللي هو تكتب في العهد القديم بالعبري وبعض الأجزاء البسيطة الأعداد البسيطة بالأرامي وفي العهد الجديد بالإيه؟ لوناني لكن هل إحنا بنؤمن بعسمة الترجمات ولا بنؤمن أن المترجم قد يصيب وقد يخطئ فإيماننا مش مبني على حاجات تفاصيل صغيرة إيماننا مبني على أعمدة أساسية على حقاق أساسية حدثة زي حدثة الصلب عليها شهادات كتيرة والقيامة والمعجزات دلائل في الكتاب المقدس بره الكتاب المقدس متسجلة بأكتر من حدثة لكن حدثة أو تفصيلة زي كده واختلاف الترجمة من إيز أو بينما أو قبل دي وردة ولا سيما أن الترجمات الحديثة تداركتها عندي ليك سؤال تاني جورج خاص برضو بفكرة الستوري لاين دايماً لما بنسمع نفس القصة بنفس ترتيب الأحداث من أكتر من شخص بالنسبة كبيرة بيديلها مصدقية بشكل كبير تمام فعندي القصة بالنسبة لإنجيل لؤة وإنجيل متة وإنجيل مورقص دلوقتي إنجيل لؤة كان بيتكلم أنه آخر إنجيل لؤة كان فيه صعود وبالنسبة لإنجيل متة ومورقص كان ختم أنه هو في الجليل فدلوقتي هاللؤة كان قال خطأ جغرافي ما كانش مقصود أنه هو يقول حاجة زي كده وكان مفروض يختم في الجليل بحيث يبقى الستوري لاين أو القصة كلها ماشي مع بعض فنقدر نقول دي مصدقية ولا ليه لؤة قال كده ومتة مورقص أخدوا الاتجاه بتاع الجليل سؤالك مهم والحقيقة ده واحد من الأسئلة الشخص اللي بيسأل نفسه وهو بيسأل السؤال بيعمل افتراض مسبق وكأنه بيرسم خط سير كده أو قطبان قطر أنت تلقائيا بتحس أنك أنت بتدخل الدايرة بتاعته وكأنك مضطر أنك أنت تجاوبه شبه السؤال بتاع أرني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني وكأنه بيفترض أنه لازم عشان المسيح يكون هو الله الزار في الجسد لازم يقولها بطريقة معينة وتسجل بنفس الطريقة دي الافتراض المسبق اللي وراء السؤال ده أنه لازم كل الأنجيل تختم بنفس الحادث مع أنه متى وهو بيحكلنا على الإرسال العظمى بيقولنا أنها في الجليل ومش بيقول أن المسيح وهو صاعد أو بيقولنا أنه الملايكة مثلا قالوا لهم كما صعد هكذا سترونه أيضا زي ما نهاية إنجيل لقى بتحصل لكن ببساطة متى ومرقص ويحنى بيبتدوا بالجليل وينتهوا بالجليل واللي سجلوا متى ما كانش حادثة الصعود لكن أحد ظهورات المسيح اللي بيدي فيها تكليف للتلاميذ بالإرسالية وبيقول كده متى 28-16 وعمل أحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث عمرهم يسوع الجبل هنا مش جبل الزيتون اللي رأي من أرشاليم لكن جبل آخر غالبا هو نفس الجبل اللي قال عليه يسوع المسيح المعيزة ولما رأوه سجد ولكن بعضهم شاكوا فتقدم وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فين هنا نص إنه هو صعد للسماء والملايكة بيتكلموا إنه كما صعد أو كما رأيتموه والسحابة أخدته عن عيونكم مفيش القارئ هو المتوقع إنه هو لازم يقرأ إيه؟ الصوت طيب تعال نشوف بقى لوقة إزاي إنه لوقة بيختم بشكل مختلف تماما ونسأل السؤال المطبط بيه ليه لوقة بيختم بأرشاليم بنقرف لوقة 24-50 وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وبركهم وفيما هو يبركهم انفرد عنهم وقصعد إلى السماء هنا بحصر اللفظ بيتكلم عن إيه؟ الصعود الصعود فسجدوا له ورجعوا إلى أرشاليم بفرح بيت عنيا قريبة من أرشاليم وبيقولك إنه هو بسبهم في الهيكل حيث وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويبركون الله ليه لوقة ختم الإنجيل بتاعه في أرشاليم ببساطة لإنه الأجندة بتاعته إنه الجزء التاني من كتاباته اللي هو سفر الأعمال هيبتدي فين؟ في الهيكل في أرشاليم في سفر الأعمال واحد وعدد تسعة ولما قال هذا بيكمل الأحداث بتاعة صعود يسوع المسيح ارتفع صعد وأخذته صحابة عن عينهم وفيما هم يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بالباس بيد وقال أيها الرجال الجليليون الجليليون صحيح لكن بيتكلم عن أنهي مكان هنا عن أرشاليم وعن جبل الزيتون اللي هو ريب بيت عينيا اللي جنب الجبل بتاع الزيتون اللي هو ريب من أرشاليم وقال أيها الرجال الجليليون ما بألكم وقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي يتفع عنكم إلى السماء هنا الصعود اللي مش مشكور في متة ومرقص لؤة سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء حينئذ رجعوا إلى أرشاليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أرشاليم على صفر سبت مسافات قريبة جدا سواء بيت عينيا قريبة من جبل الزيتون اللي هو في أرشاليم كل دي مساحات بيختم بيها إنجيل لوقة عشان يحكي انتظارهم وحلول روح القدس في يوم الخمسين والاحتفال كان فين؟ في أرشاليم عشان كده ختم بأرشاليم وابتدى سفر الأعمال بأرشاليم من أرشاليم اليهودية إلى أقصى الأرض أوكي شكرا جدا مسيليك يا جورج عفو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة